بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حياكم الله جل وعلا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا والله جل وعلا أسأل أن يظلنا وظلكم تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك وهو القادر عليه بنجدد اللقاء في أنين المسحورين لما بذكر كلمة أنين يعني توجع يعني ملاذة إلى الله تبارك وتعالى يعني إيبا إن زي ما قلت لك يعني باقت بي الأمور ووجهت وجهي للذي لا يغفل ولا ينام يعني إيبا إن يعني تحولت الأمور من قدرتي إلى قدرة الله جل وعلا يعني الإنسان دائما هو مع المال يقول أنا آدر ومع السلطان يقول أنا آدر ومع الحشية والملك يقول أنا آدر إذا أصابه المرض يقول يا رب من شوية كان يقول أنا آدر أعمل من شوية كان يقول أنا آدر أسوي دلوقت يقول يا رب إذا أصابه الفقر يحتار وتقفل تفشه الأبواب يقول يا رب إذا أصابه العجز إذا أصابه الهم والكدر وضاقط عليه الدنيا بمرحبات يقول يا رب فتذكر ربك في الشدة في الرخاء يذكرك في وقت الشدة تذكر ربك في الصحة يذكرك في المرض تذكر ربك في القوة يذكرك في الضعف فعشان كده بقول أن تجديد كلمة آنين كل حلقة شيء مش جديد علينا وعلى أسمعنا ولكن هو شيء متوارث توارثه الناس إذا تقضيهم الأحوال وأنا جمعت كلمة آنين ككلمة عامة يعني تصيب الإنسان في همه وفي مرضي وفي حزني وفي ضيقي وفي فقري وفي قربه وفي مشاكله في كلمة آنين المصحورين لأن أكثر الأدواء لا يعلم ما مصدره وما سببها وإذا بالناس المرضى والناس اللي عندهم هموم ومشاكل واللي عنده يعني أسباب مستعصية وضقت به الدنيا فيلجأ أخيرا إلى باب من أبواب الرقية فيجد أن الأمر قد رفع بقدر الله عز وجل تقول لي عم الشيخ طب المرض يرفع إزاي بالقرآن والسنة نقول لك أن لله آيات فيها أسرار الشفاء ولذلك قال الله جل وعلا وننزل من القرآن من للتبعيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فإذا اكتمع الشفاء فهي رحمة الله نزلت بعبدي من عباده وإذا قرئ القرآن فاعلم أنه له بركة وله رضا وله يعني أثر في النفوس وفي القلوب فالنهاردة البيت الخرب والبيت الذي لا يقرأ في القرآن الجسد الخرب القلب الخرب العقل الخرب الذي لا يتدبر القرآن فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يبقى القلوب مأفولة والعقول مأفولة فهنا القرآن لا يجد له منفذ للدخول إليك فتمتنع البركة وتقل الحيلة ما عندك شيء حيلة ولا تستغني في هذا الوقت إلا أنك تعود إلى الله جل وعلا طيب نقف وقف مع الأثر حينما أتذكر سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله تبارك وتعالى ينزل عليه جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه يأتي الشيء وكان لا يأتيه فتقول له عائشة يا رسول الله ألا استفتيت ربك يعني أنت بتظنك أنت بتعمل شيء وأنت لا تفعله ألا استفتيت ربك فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد فترة وقول لي عائشة ألا أفتيكي فيما استفتيته فيه ربي ما أقول لكيش إيه اللي قال لي ربي عليه في الأحداث اللي حصلت لي وهذا الأمر ينطبق عند كثير من الناس المسحورة والممسوسة اللي بيصبها شيء من السحر أو المس فتضيق بها الأمور ما تعرفش إيه اللي عندها بيتها خرب زوجته اطلقت ولاده اتشراده إذا كان في شغل اطرد منه إذا كان في السفر رجع منه إذا كان بجاز أوراق للسفر أو للعمل اترفض الورق إذا كان يعني سبحان الله كان بيتمتع بصحة وعافية جسمه حاطت في الأرض إذا كان كانت مخطوبة بفضل الله انفكت الخطوبة بتاعتها إذا كان إذا كان إذا كان ويقف الإنسان عند حلول الظن يعني يظن أن دي جات من عنده أصلا من عنده أهله حلول الظن اللي هي ليه بينسي بالأسباب أو حل المشاكل دي إلا إنه إيه ده من عنده أو من عنده أمه أو من عنده أبيه أو من عنده المدير بتاع الشغل أو من إدارة الجوازات أو من الكفيل أو ما شابه ذلك وإذا يفاجئ أن الأمور بتتعطر في كل مرة أو في كل خطوبة أو في كل عمل أو في كل منحة من مناحي الحياة يترك هذا المنحة فيجده إيه مقفول طيب ما تيجي بدل ما ندور على الحل ناخد بأسباب التحصين احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله عشان كده أنا بقولك صوت الأنين لما بسمعه والله من مشاكل الناس اللي بتعرض عليها في مكتبي بحيث أن الناس بتقن قبل ما بتعرض المشكلة يعني كل واحد بيقن قبل ما بيعرض المشكلة هو جاي محمل بأثقال جاي محمل بهموم جاي حياته كلها اتعقدت ما بيسيبش يعني أي منحة من مناحي الحياة إلا هو تكلم فيه شغله، أولاده، زوجته، صحته، ماله، شركته، محله، تجارته، عربيته فيقولك كل شيء تدربك عندي كل شيء توقف عندي فإحنا هنا بنحلل كيف حالك مع الله عز وجل؟ لأن خلي بالك هناك علاقة وطيضة بإن خراب الحياة وإن خراب العلاقة لبينك وبين ربنا لأن ربنا قال كده في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة يعني ما فيش حاجة هتصرك أبدا لا هتلقى دخل ولا هتلقى صحة ولا هتلقى بركة في الولد ولا بركة في الزوجة ما فيش حياة حياة متوقفة فهنا الأسباب متوقفة بقدر الله تبارك وتعالى أسباب الرزق، أسباب الهداية، أسباب البركة، أسباب الصحة ليه لأن مقاليد الأمور بيد الله عز وجل إذا شاء الله جل وعلا يفتح هذه المقاليد على عبده من عباده فيسير له الأمور يقول لك والله الحمد لله أمور يعني ماشية وأولادي ربنا نبريك لي فيهم وهديهم من عنده وزوجتي ربنا راضين بزوجها صالحة هكذا منطوق العبد الصالح لا يشكي أبدا بل إن الله تبارك وتعالى سخره له هو سخر نفسه من الأول لربنا فربنا سبحانه وتعالى سخره له سبحان الله سبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن العبد في تأصله للوصول إلى الله تبارك وتعالى عشان يوصل لربنا بحق لازم أن يتعرض لعسرات والكلام ده أنا بقوله لكم كلكم خدوا بالكم من الموضوع ده وإنت في طريقك إلى الله عز وجل بتتعرض لعسرات بتاع وتقوم أو الله من مظالم من مشاكل من تحرشات من تلقيح من من وإنت بتفوض الأمر إلى الله وصابر وسابت على الحق وماشي على طريق الحلال لا تبتغي طريق الحرام وإذا بك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا القلب بتاعك ده ربنا عشان يمتحنه ويثبته لازم أن تعرض الفتن عليه من نساء لمال حرام لتزوير لغش لرشوة لمناهج الحياة المختلفة في كل ضرب من ضروب الحياة بيعرض عليك فتنة فأنت بتقفل الفتنة دي وتقول إني أخاف الله رب العالمين عرضت عليك امرأة وعرض عليك رجل وسيمه جميل وعرض عليك الحرام إني أخاف الله رب العالمين فبتقفل الأبواب التي تجلب عليك غضب الرحمن كل باب في فتنة بتقفله كل باب فيه بعد عن الله بتقفله هي دي الفتن اللي قال على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن وعلى القلوب كأرض الحصير عودا عودا فأي قلب أنقرها يعني إيه أنقرها يعني تعرض الفتنة إني أخاف الله لم ينفعش هقوله إيه لما بين إيده بكرة لا مش هقرب الكلام ده الرشو حرام السرق حرام الزين حرام لا أنا ماشي بالطريق ليه عمره معين لا أعلم متى سينتهي ولكن لابد له أن ينتهي بكرة هكون وقت بين إيده ربنا مسؤول عن النفير والنقير والقليل والكثير والصغير هقوله إيه هقوله إيه لو جي الأجل دلوقتي هروح هقوله إيه لما يسألني ألم تعلم أني أنا الله أقوله أيه عارف عارف والله والله وعزتك وجلالك عارف أنك أنت الله فلماذا لم تخشاني في الدنيا وأنت تخشاني الآن ما أنت خايف مني دلوقتي وخايف من عذابي فيقول العبد يا رب غرتني دنياي غرتني ولا يغرنكم بالله الغرور لا تغرنكم الحياة الدنيا يا أخوانا الموضوع مساهل عشان توصل لربنا ويجنبك الفتن لازم أنت تعرض للفتن وتزبط لله إنك أنت لن تستهويك أي فتنة في الأرض طالما أنها تتعرض مع صلتك بالله تتعرض مع القرب لله مع حب الله ومع خشتك لله لا مش هائع في الفتنة دي ما كلنا عارفين الحلال والحرام قال إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشبهات وبينهما أمور مشتبيهات وبينهما متشابهات يبقى مشتبهات مشبهات متشابهات فيها شبهة فمن وقع في الشبهات يروح يقولك ايه انا اروح عندي الجماعة والله انا ما بروحش اشرب خمر بس بروح عود معهم واذا بيه بعد كده اشرب خمر والله انا بروح مع صحابي وبيعودي عكس البنات وبعد كده عكس بنات الله فالنبي قالت تقو مواطن الشبهات ما تروحيش لساحر هتروح لساحر مع صاحبتك عشان تعمل السحر لوحد بتحبه صاحبتك فخلي بالك هيرجع عليك بالكدر وبالهم وبالوجع لانه من سار في ضرب من ضروب الشر لابد ان يكتلى منه ومعنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلامة والسلامة بركاتكم فاضلي يا سيدة زهيبة لو سمحت يا شيخ لو كنت احلمت كده في مرة ان انا كأن في بيتي وكأن فيه راس كلب بسود او قطة صودة بس عمنا تبصيلي جامد وسمعت صوت من بره البيت كأن فيه جن بيوزع جن تاني يعملوا علوم دول يطلع فوق دول ينزلوا تحت انا في الحلم عارفة ان ده جن وكأن سامعهم وما بيمشوا على الحيطان من بره كده سنة كم سنة يا هيبة سبعة وثلاثين متزوجة اه معاك اولاد لا طيب انت مزوجة من امتى يا هيبة من سبتاشر سنة من سبتاشر سنة الامور الطبية قالت فيها عوائق عندك او عند الزوج او عند الزوج اللي حيوم انا وليل او سفر او كلام ده ايبا ايبا طيب انت حضرتك دلوقتي هذه رؤية من رأس الجال بتدل على ان الاصابة ليست طبية ولكن ايها اصابة من الجن ربما كان فيه سحر اسمه سحر ربط عند الزوج في فترة بداية الزواج الزوج اتربط وفيه ربط نوعين ربط عن المعاشرة وفيه ربط عن الإنجاب هللي بالكم فيه ربط المعاشرة مش شرط ان ربط المعاشرة بس فيه ربط عن الإنجاب انه تربط على الخصية فلا يعني ينتنتج حيوم انا وفيه يجي حال الحيوم انا وسفر فانت عرضت نفسك على الطب وما فيش اي نتيجة فلابد لك ان تعرض نفسك كما جاءت الرؤية على كتاب اليوم على سنة رسول الله سلم وعلاجك انت وزوجك يا هيبا ان شاء الله في الروكة الشرعية وفي الحجامة هتعمل الحجامة عن الرحم والمبيض وزوج عمل الحجامة عن الخصية بعد روكة نشوف ايه سبب لو سمحت يا شيخ يعني روكة العادية ولا في صور معينة لا حضرتك روكة اسمها روكة التخريج بيكون بيا راقي لا بد ان احنا نعمل روكة ولا بد ان يكون في حجامة ونتابع اثار الحجامة هل هناك اي تجمعات دموية على الرحم والمبيض طبعنا بيقوم بالحجامة عندنا في المركز امرأة وانا بعمل حجامة للرجال والرجل برضو بنشوف هل في تجمعات دموية عند الخصية ولا لا ده طب نابوي ما لهش علاقة بالطب العضوي ولا يتعارض مع الطب العضوي يعني انت بانت ماشى في الطب العضوي او اي اخ ماشي في الطب العضوي لا يتعارض طب رسول الله مع الطب الموضوعي الموجود الآن بالعكس بالعكس ده انت بتبقى ماشي في الطريق ده وهذا الطريق النبوي المبارك بيأتي بالبركة والشفاء يعني بيسهل الطبيب دوره زيك انا بقول للأطباء يا ريت تستعين بالقرآن والسنة في عيادتك شغلوا القرآن في عيادتك والله وانت بقضت العمليات وتعمل عملية شغل القرآن جنبك الله تبارك وتعالى يأتي بالشفاء وانت مشغل القرآن في العمليات بتاعتك بيأتي الله تبارك وتعالى بجنود لم تروها بيأيادك وينزل سكينة على المريض وطمأنينة وينزل شفاء ورحمة زي ما قربنا في القرآن فيهبا ان شاء الله يعني ممكن نشوفك انت وزوجك ونقرأ عليكم الركعة الشرية ونعرف ما هو سبب السح ومدلول الربط ايه ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازياجا استاذ علي ازياجا استاذ علي ازياجا استاذ علي تقبل انظامنا منك انا كنت عايزة سأل سؤالين لو سمعت تفضل انا شفت رؤية الاولانية رؤية جطبة وكانت بتخربش ناحية الصبر يعني ووجفت فجل كدف وكانت فيها زي سهم صفراء وفيه سؤال تاني شاخنا بالنسبة للحفظ يعني الحلقة اللي جابوها دي كانت امرأة حاملت في الشعر الثامن وراحت على اساس يعني الحمل الساحة بتابع الحمل فتلجت الواجدين التوأم الاولاد المختفين والابدة استغربوا لهذا الموضوع هل يصب يا جن شافت رؤية ان فيه مرأة بتجهبها؟ هل يصب يا جن شافت رؤية ان فيه مرأة تجهبها؟ هل يصب يا جن شافت رؤية الواجدين؟ نعم يا أستاذ علوة بتعامل مع أجهزة الطبية الجن إذا تعامل مع الأجهزة الطبية ممكن يوجد أشياء غير موجودة في جسم الإنسان لأن دي أجهزة أجهزة خارجة عن مقدور البشر يعني الطبيب بياخد العينة بعد ما كانت فيها طوام مكافيرة تلوك ما فعاش أي حاجة يعني يعتبر بطنها رجعة زي ما كانت ودي حلقة اللي جايبين هاته لا يا أصل التأكيد على أن فيه زواهر بتخرج للناس بيزوروها على الإعلام على أن فيه حاجات خارجة عن مقدور البشر يعني الإعلام دلوقتي بيثبت أن الجن بدأ يتدخل في حياتنا الكلية بعد ما كان فيه إنقار للكلام ده ولكن كلام الفاضي ده فبدأ الإعلام يهتم يعني دي زواهر طبية حصلت للأطباء يعني فيه طبيب بيقول لي أنا شفت عملية جراحية لطبيب كبير جدا دخل على شران معين وليه الشران بينفاجر أكاين فيه حد بمشرة قطع الشران ده من غير ما يتدخل لسه سليم فهذه الأمور يعني صحيحة وقد يكون الجن يتدخل بالإفساد فعشان كده بنقول الأطباء يشغلوا القرآن تبركا في العيادة أو في قط العمليات ليه؟ لأن ربنا حكم الشفاء بالقرآن وأن ينزلوا من القرآن ما هو شفاء ورحم ومبتغى الطبيب في طب الشفاء أنت بتروح للطبيب عشان إيه؟ عشان الشفاء والشفاء وبيد الله يتبارك وتعالى فلابد أن يتاقل أتفضي الأسوال عالمي بالنسبة للسؤال يعني هو أذكر الصباح والمساء والحاجات دية كلها ومع ذلك لا ينصاب إلا غير الناس اللي تتصلي واللي تجرى خرار الأسوال عالمي شيئنا لسه مكلم دلوقتي النبي 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 صلى الله عليه وسلم طيب السعال والابتلاء نازل لمن؟ إن الله إذا حب عبدا إيه إن الله إذا حب عبدا إيه إيه ابتلاء صح؟ صح والحب يكون لمين؟ أيوة الحب يكون لمين؟ يكون لأهل المناصب يعني وأهل الفن وأهل العري وأهل أهل في السابوشة لا يا شيخنا هو الابتلاء لا يزال البلاء وينزلوا بالعبد حتى يخرج من ذنوبه كأومة ولدته أمه فربنا بيبتلي العبد على قدر دين فإذا كان في دين صلابة شدد عليه في البلاء ولله أن يبتلي عباده بما شاء وكيف شاء فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالأمراض وبالأسحار وبالعين وبالحسد سليم أنت لما تسمع أن العين بتقتل لكل أجل كتاب فالعين بتقتل إزاي؟ هذا ربنا كده مسبب له أن يموت بالعين فالعين إذا أصابت العبد مات أن العين تدخل صاحبها القبر وتدخل القمر الجمل القدر بل عين بتدخل المعيون القبر عين انطلقت كأنها رصاصة سبحانه الملك عين بتفشل طالب طالع من الأول عين بتنسي العلم واحد حفظ القرآن واحد يقول لي والله ده صوته حلوه صوت يروح والحاجات دي إحنا شفناها وعاصلناها فعشان كده بقول لك يا ستهاال الجن له مقدرة في التحكم وفي الإخفاء وفي إقلاب الأمور عن ظواهرها لابد أن نعترف بها جميعا اللي خلاق يعني معانا تصالي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دهاجة أخت سناء تقاب الله منه ومنك الله يخليك فأي شيخ أنا في ليلة يعني أنا في في عندي أنا في ليلة صلت وده أبنا يعني في شيء حاجة بنتمنىها من ربنا نعم فأنا دعيت وصليت واستغفرت وصليت على النبي المقرة في ليلة ديت فشفت في رؤية أن أنا يعني في مكان وراجع بيتي فنسمي فاتح البيت فأنا قلت يا رب الله البيت مفتوح فلاقيته مفتوح فطلحت الدور التاني قلت يا رب الله الباب التاني مفتوح فلاقيته مفتوح فأنا دخل يا شيخ وطلع في الباب الشقة بتاعه شفت في السماء غيره مكتوف فيها محمد رسول الله إن ستحمل الإكافاتها المبيلة حتى أن تتنور كده حتى ما تختفي وترجع على وقت فأي تسير هالرؤية دي يا شيخ يا سناء كنت تستخيري على إيه؟ أنا بنتمنى ربنا يدني أولاد يعني أنا معي بنتي ويجبها العملية ليا شت سنين يعني بنتمنى من ربنا نعم طيب يا سناء وإن شاء الله هي أبشارة عريق針 إستخرتي على الأساس أن ربنا أوريك الداء ولا استخرت عشان ربنا يgendeهبك بالولد أنا دعيت أن ربنا يكرمني بأولاد طيب فأي لي مش محتاجة استخارة يا سناء الاستخارة على على أياختيار بين الامرين لأ أنا ما استخرتش أنا ما استخرت ازا صلت قيام الليل صلت قيام الليل ودعيت ربنا أه أنت صلت sinners جام الليل مع الزرة طيب يا سناء يعني قيام الليل ودعاء فكانت أبواب السماء مفتاحة لأن ربنا بيتنزل إلى السماء الدنيا ومعنى أن ربنا يتنزل فالنزل معلومة الكيف مجهور فليس كمثلي شيء وهو السميع البصير ربنا بيتنزل في التوقيت ده فتتفتح أبواب السماء ويقوله هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه فربنا عز وجل وانت بتناجي أراك أن في دائرة في السماء يعني باب مفتوح دائرة يعني حاجة صعدت منها الدعاء باب من أبواب السماء الباب في السماء ليس كينونة نوام ربع زي أبوابنا فتحة دائرة زي ليلة القادر فهذه الدائرة النورانية تدل على أن الدعوة قد استجيبت وكونك أنك أنت رأيت بفضل الله تبارك تعالى إنا فتحنا لك في فتح جاي والله فتح إن شاء الله في الرزق فتح في الولد فتح في البركة فهنيئا لك على استجابة هذه الدعوة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالخلف الصالح إن شاء الله إنه وليه ذلك والقدر عليك برؤية شافها الزوج دي بس معالش يا شيخ شاف إنه هو قاعد على جبل عالي ومعاوحة صاحبه وبين السماء مفيش يعني لدرجة بقول لي بخور على رأسه كده فياخد ويشرب ولي رب شفيني واشف كل مريض طيب عليه بالرقية الشرعية يا سناء عليه عليكما بالرقية الشرعية لأن الأخذ من الماء شرابا ومسحا على الجسم ده رقية وكان صلى الله عليه وسلم رقة النبي إما أن ينفس برزاز فمه صلى الله عليه وسلم المبارك في يديه ويمسح رزاز فمه النبي ماء أو ينفس النبي على الماء ثم يشرب منه صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله يعني عليكما بالرقية على الماء فتحت الكتاب آية الكرسي خواتم البقرة كله والله أحد والمعوذتين سبع مرات الآيات دي تتقال على الماء وتحطيها في إناء كبير تاخد منه تتمسح في جسمك وجسمه تبركا بكلام الله جل وعلا وتشربوا عند كل أزان يعني عند أزان الفجر عند أزان الظهر عند أزان العصر عند أزان المغرب عند أزان العشاء فعند الأزان يبارك دوة مستجابة اشربي بنتشفاء إن شاء الله طيب إحنا جي الفيديو بتاعنا جيزة ولا لسه طيب ناخد هيبة ونطلع على الفيديو كده جميل هنعجبكم هنشرح فيه أمور السحر والصحر إن شاء الله سلام عليكم أستاذ هيبة وعليكم السلام تفضل يا أستاذ هيبة يعني نفس الحلم واحد يا هيبة نعم حلم إنه قام النوم في الحلم نايم وقام ده شعره نصه ما فيه شعر خالص ما فيه خالص والثاني فيه شعر خفيف ده في رأسه يعني فيه جزء فيه شعر نصين نص فيه شعر ونص لا والنص اللي فيه شعر ده شعر خفيف وسنه كم سنة هيبة سنه كم سنة سنة وعشرين متزوج لا لا عامل إيه مع ربنا في الصلاة والعبادة والذكر والدعاء هو كان كان ما كانش ملتزم بس هذا هو مثلا شعر كده اللي هو ملتزم يا الله شعر بسم الله من شاء الله طيب يا هيبة جميل جدا طيب يا هيبة الفترة التي لم يكن ملتزم فيها هو كان عنده تصحر تصحر في الطاعة يعني إيه تصحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يفرحه بتوبة عبدي من رجل ضلت راحلته بأرض فلاة فشبه النبي الضلالة بالأرض الصحرى أرض فلاة يعني أرض صحراء فهو عنده جزء بدأ ينبت إنه بدأ يلتزم مع الله جل وعلا والجزء اللي فيه الشعر اللي هو حاليا هو فيه حاليا هو فيه اللي هو الجزء اللي إيه إن شاء الله أسمر فدائما بيتصل الشعر بالذكر لأن منبت الذكر والفكر في الله هو الرأس فالشعر هو فكر واتصال حتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما سحر بفكره وبإرادته سحر في شعره صلى الله عليه وسلم لأن الشعر متصل بالفكرة ففكره مع الله بدأ ينبت إن شاء المولى جل وعلا قوله له إثبت مع ربنا عشان لو تصحر تماما يعني نسأل الله أن يهديه نسأل الله أن يهديه ماشي يا إيبه؟ طيب يريد إن شاء الله نرجع للفيديو بقى عشان إيه مش عايزين ناخد الوقت في الاتصالات كتير ونتفرج على طريق من طرق اللي إحنا قلنا أنين هو بصفة الأنين فيه ساحر ساحر آآ 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 حدالك يعني كلام ده كلام من داخل بيت ساحر للتفريق بين زوجين أعود بالله من الشيطان الرجيم و بسم الله الرحمن الرحيم المكونات معكم الشيخ الروحاني سيبوزان في موضوع جديد و في طلب جديد طلب طموه مني وهو جلب الحبيب بالملح ده الموضوع المنتشر على تليفيني جاء من المغرب العربي جلب الحبيب و رضي مطلقة و كلام لاه بل أصل عليها اسمع المكونات الملح جماعة اللي بيقولوا احنا رشينا البد بالملح اسمع و في نفس الوقت طلبتم مني أن يكون هذا العمل أنا بحذر الناس من استخدام الملح في رشي البيت استخدام الملح بقال و صحيح و يأتي بنتيجتنا سريعة الملح يحبه الجن و ده حديثه أقولك عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بأنه يعني أنا لا دأوا لكم عمل إلا و إذا كان فعال و إذا كان مجرب صحيح كلكم تعرفونني و هذا العمل إذا لم يشتغلك هذا العمل أنا سوف أتسحك من هذه القناة و سوف أتخلع صفتي كشيخ روحاني و سوف أذهب لأعمال حطاباً طبعاً في أدغال طبعاً يا أخي توكل على الله الله إلا يرجعك سبحانه روحانياً من جديد راجل بقولي يعني أن أنا مسخطوع أن أقلب أي مرأة وأقلب أي رجل و مستطيع أن أطلق أي مرأة بالعمل دوغة رب يدر السحر على ورقة بيضاء كاملة تكون لست فيها لا كتابة من هنا ولا من هنا نعم يعني أحضر ورقة من مكتبة تكون جديدة نعم ورقة بيضاء المقادير ملعقة صغيرة قلم عادي كما كان نعم وملح خشين ملح خشين لا يحتاج بخور لا يحتاج حبل روحاني وروحان ولا يحتاج بموضاء لا حول ولا قوة و في نفس الوقت فعال جداً الأشياء التي تحتاجونها بالنسبة لهذه الأشياء هذه الأشماء المادية وهي سالة الحصول كلهم يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب الهاروت ومروح يعلمون الناس السحرة تكتبون التلصم نعم تلصم وسوف تحتاجون إلى عزمة خاصة بقول أنا شيخ فلاني فلاني خلي بالكم يعني القسم الخاص به وآية قرآنية لتوكيل عفريت الجن آية قرآنية لتوفير عفريت الجن شوفوا الكفر وهذه الأشياء موجودة في وصف الفيديو موجودة في ما يفركون به بين المرء وزوجه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتن فلا تكفر هل القرآن تلصم آية ومستقبل فلا فلا مشكلة نعم فأول شيء نبدأ أول شيء نبدأ بالعمل إن لله وإن لله هذه الورقة سوف نكتب فيها هنا سوف نكتب فيها هنا التلصم إن لله وإن لي رجون على عرض هذا على عرض عشان تعرف الأصحار بالتأكد من لزي أنا سوف أضع هذا العمل تطبيقي وأنا لأنني سوف أطبق هذا العمل وأحرقه نعم سوف أكتب اللي أتلصم مفصول عن العمل أنا سوف أكتب اللي نحن نتكلم عليه في الحلقة السادقية سوف أكتب 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 ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في باعة العقبة قال الجن سوف لنا طعاما يا رسول الله قال أكتب أنظر بقى عشان ما تعقولش اللي مفتح الورقة بلق آية قرآنية دعني بلق قرآن يا شيخ لا هو هو بيسخر من القرآن بيعمل القرآن طلاصم يا مقصورة صاد حا يفرط كلام الله جل وعلا الذي نزل متشابكا يستهزئ بكلام الله جل وعلا أنظر هذا والطلصم يعني إيه طلصم يعني كفر كفر تكتب حعال نعم يضع حروفا منفصلة اسمه اسم الأمر هذا هو الكتابة يحتاجها سهل الكتابة هادي استكتباء هنا وشيجي لي بقى الأختي تقول لي عم الشيخ أنا دخلت على النت على اليوتيوب وجبت وعدت عمي زمانه قال والله عم الشيخ وفجأة ركبني عفريت وركبي البيت يقول لي يا ست دخلت اتعلم ايه أصلا بحبه فلا نوعيز أجيبه تجبتيه أبدا لأنا حادي كلها انتهت اتدمرتي نفسيا وعصبيا وبيت البيت بيرزع والحق آه والله لأن هؤلاء يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر ليه بتخش على شيء يعني لا تعلمه ويجيبه والله المالح ويقعد يطقطق بالليل ويقعد يعمل وعايز بقى يشوف الجنب وفجأة يتعفرت هو والبيت ويجي يجري يقول لي حنيع مشهر ولملعقة تفضل بالملعقة وليس بيدي مقادير السحر دعم العقتين من الملح على الورقة آه تفضل السيد أو الله طعام الجن والله حديث النبي شهر صلى الله في باية العقل سف لانا طعاما يا رسول الله قال طعمكم الملح والعاصر ثم فكأنما يغذي الجني على الطلصم اللي هو كفر بأيات الله لكي يصنع سحر الجلب والمحبة ورد المطلقة وتسهيل رزق تسهيل رزق يا ابن الأرزق بيد الله ما كانتش يسهل رزق بالقرآن مش هسهل إذا ما كانتش الأباب تتفتح بالقرآن مش هتتفتح إذا كانت البنت مش هترجع لجوزة مش هترجع إلا بكتاب الله عز وجل أو الله قلوب العباد بين أصبعين من أصبع الرحمن ماذا تفعل شنو تفعل أول شي تعزم على هذه تعزم علم العزائم نحنا تكلامنا عليه استخدم علم اسموه كل واحدة تأخذ منها قليل فقط تأخذ منها بضعة حلات نعم ثم تقرأ عليها العزيمة بفمك مرة واحدة والعزيمة موجودة في وصف الفيديو وأسفل تعليق متباتا أنتم تعرفون إنها ضع العزائم لأن الله ضع فيها الفيديو تعزم عليها مرة واحدة ثم تتفعلها هكذا هكذا تتفعلها وليس تتبسق والله يعني كلام إن خرجا من خهم هذا الرجل فإنما هي محاربة لله ورسوله هكذا هذا كلام لا يليق مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يليق مع أداب الكرآن والسنة بدل ماقول اطلع آسيا اطلع القرآن ورتد الكرآن الترتيلة بدل ماقول نجر بخور جميل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمر بيته صلى الله عليه وسلم تجمع تجمع البيت حتى الميت النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ماتت زينب بنت رسول الله سلم قال للمغسلات جمروها سلاسا جمروها يعني بخروها بخور الطيب زل رائحة طيبة يقلب الملائكة ويترط الشياطين لكن ملح وأنه هو بهيق الجن ما هو الملح بهيق الجن لما دور من الماء الحظمية والجن يلعق الماء على الأرض ويتكاثر في هذا المكان بعد ذلك توكل عفريت الجن بالجلب وتوكله بآية من القرآن إنه كان الجن من الإنس يعودون برجال من الجن فذا يدوهم رهقة تضع يدك اليمنى هكذا وتوكله وتقول الآية الآية رقم 39 وترددها لمدة 39 مرة تقول قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي مبين هذه القرآن المختلف بسحر نعم بعد ذلك شنو تفعله؟ بعد ذلك شنو تفعله؟ طبعا هو مش حفظ القرآن هو بيستهينه بالقرآن ويبدأ باع علم علم التبسيط لف الورقة هو ثم سوف تقرأ عليها التوكيل بالشخص المطلوب أيها بالشخص المطلوب اسمع ماذا يفعل هؤلاء في عقول البشر عقول البشر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون عملية سهلة جدا اسمع فراج بعض الأصحاب بيجينا كده والله من فكهة وبنقول طريقة الحل آخر ما الحالة بقيت هي أن تقوم بحرقه أيوة وأثناء الحرق تقوم بقراءة عليه التوكيل توكيل بإسمك وإسم المطلوب سوف يقول وهل لديه تحصين وهل لديه سفاعمار وأسئلة أخرى نعم أسئلتكم منطقية بالنسبة أحيانا لا أذكرها في الفيديو ولكن أذكرها في الموضوع المكتوب أسفل الفيديو لذلك دائما أقول لكم بأن الموضوع الذي أضع في أسفل الفيديو أكمل به الفيديو كامل هذا يحتاج تحصين التحصين سهل جدا وعند قرأ آية الكرسي سبعات مرات متتالية قبل أن تكتب والنسبة لصرف العمار طبعا أنت هتقول ده بيقول قرآن أو هو لأدي كرسي ما هو حضرتك الاستهانة بالقرآن في هذا الموضع يعني هو هو ده الاستهانة أنت زي كفرت بالله وقلت طلاصم وعزائم في الأول وعملت هذا الأمر وزاهدك لأدي كرسي فكأنما تستهينوا بالقرآن في رائل الموضوع زي لي بيقرأ القرآن في الحمام ينفع أقرأ القرآن في الحمام استهانة حرام شرعة رائل القرآن وانت في الخلاء في مكان النجاسات حرام شرعة بإمال العلماء كذلك الأمر الذي يستهجن جنيه هيبدأ بقي فرع بالتلاصم والآيات بجلبي فلانة ابنة فلانة إلى فلانة ابنة فلانة فورا فورا وإذا عصيتهم فلتحترقوا بالنار والملح نار والملح وتبدأ عملية الطقطقة ويبدأ عملية الهبل الشعوازة ويبدأ الجن ياسور وطبعا جميع الناس اللي جربوا الأشياء دي وقعوا في حيلة السح لأنه طبعا هو صحرهم اللي بيحضر عفير طيب نرجع بقى زي ما شفته إحنا ليه بنجيب الحاجات دي عشان عالم الناس هو عتن خادع وراء من يقول جاء من كذا لرد المطلقة وجاء بالحبيب كله كلام فاضي ويقولك اعمل كذا 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 معلنه بيعمل كذا بيقولك اعمل كذا يعني أنت بتحضر جن في بيتك وبتركب نفسك سحر هذا السحر يكون خادم للي قالك اعمل كذا يعني هو لو اتصل بيك قالك حول لي هتحوله لو اتصل بيك قالك اعمل البحر طحين هتعمله لا خلاص وصحرك طيب رجعت الراجل اللي انت عايز تدرج أبدا جبت الحبيب بتاعك أبدا طيب حققته أبدا هو كل اللي عمله انه صحرك بعلم السحر وهو ما يسمى بالعمل السوفلي فنسى الله عز وجل ان احنا بنوضح أمور للناس عشان نرجعوا ربنا ويبطلوا يتصلوا بالناس دي عشان خاطروا ميقعوش في ايه في أسحارهم ان شاء الله معانا تصال السلام عليكم ازايك أم جانا 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 اتفاضلي لو سمحت عندي سأل وحلمين اتفاضلي اقول الحلم حلمت ومدارح انه انا وانا فصل عن جوزي كنت ازايك وقضت نومي وكانت جوز يقال لي حبامي الحمام نعم طلعت له غيار وفتحت الدلال لقيت عدية سأمرة فكلاها حلو جدا وفيها أزراء لبستها ورفت البيت عند أهله نعم قيت أم ومعاش بتاع جوزة كثيرة مع رفحاص أول ما عاشي السفاق قعدة وقدتني حتة كبتة ولقمت عيس ده والدته؟ ده والدت جوزي ده طاليقك حاليا هو النص طاليق نص ما حصلش بالانتصال طب تمام تمام وتاني رؤية حلمت في ذي انه هو مخريفة عربية هو دفن حاجة في الأرض بس ما دفنه بطريقة فويسة قلت أنا جاي بطره ودفنها عليها قلت له كده أحسن قلت يا مجاندة بالرؤية الأخيرة مبينة أنه كنتوا المفروض تدفنوا المشاكل خلاص بأ أنتوا الاتنين تتعاونوا مع بعض وتنسوا اللي فات وخلاص اللي فات مات زي ما بنقول في الأسفر وفي الحكمة اللي فات مات يعني يا ريت ما دخلوش الأهل الأهل والأقارب في مشاكلكم الشخصية حتى لا تشيعل الكلمات فده قال وده قال فتتسع الفجوة بينك ومن زوجك لأن أنا أرى إن شاء الله أن هناك رجعة إن شاء الله هناك رجعة والثياب الزوج هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كما قال الله جل وعلا وكن الثياب ليس بالأسود ولكن أتصف بالأزرق فالأزرق يدل على البشرة فإن شاء الله هو هيرجع بس يدفنوا اللي فات ملاش تفتحوا في اللي فات جريت الله كريمك أم جانا واستعين بالله وأرى بنت زوجك لربنا قال لما كبت معاه بعد لما دفننا فقال كبت مع العربية قال لي أنا جبت اثنين كيلو سكر وعلبة سين وا بحير وهنجيب ايه أكل مش هبسين لسينة دخلت عن ست زين تكون مدرسة وجنبها وقفين وليست اثنين فلتان محفوش بسوني بصة وحشة جدا وأنا خفت منهض فأخدت بنتي صغيرة وتلعت وقفت جنب زرع الشعيرة السين زرع الشعير أخضر كان كبير قوي وهو إيجي جامز إيجي نحيتي بالعربية إيجي أنا خفت يا عبي بيت قطاع فالزرع هو الخنودي طيب الرؤية كده ختامها بيسك أنت متدلعة أوي يا أمو جنة سليم عايزة تتعلمي يعني إيه مسئولية حياة لأن أنت روحت المدرسة ونهرتك بشدة اتعلمي يعني إيه الفنون الحياة متدلعة حتى أنا لحظت بكلامك بتقول لي أنا روحت عند مامي مامي يعني أمي يعني صح؟ ولا أنا لغة إيه دي مامي اسمها أمي روحت عند أمي قال ثم من قال أمك؟ مامي مين؟ مامي ديت عند الجماعة بتوع الفرنسا اللي سبقوا النبي وجماعة دولة إحنا أمي روحت عند أمي تدل على ثقة للكلمة هي أمو جنة تدل على قوة المرأة في التعبير عن الزات تدل على قوة الإرادة أمي هكذا علمتني أمي صح؟ معنا بتصال سلام عليكم أمو جنة تاني اسكندينيا يا رب ما تقولش بابي يا أمو جنة السلام عليكم أمو جنة ألو عليكم السلام ربنا يكتب بأمو جنة تفضل يا أمو جنة ألو أهيو أمو جنة والله معاك على الهواء تفضلي سمحت يا الشيخ أنا أخواتي دايماً بيحلموني بيحلموا دايماً أن أنا وراي جراس كبيرة جداً أو جنبي أو جنبي وأنا دايماً وأنا نايمة واسحة منهم بحيثي لأن أبزوري جامد وكحة وكسني جرعي نعم دايماً على طول كده نعم دايماً على طول كده طيب أنت مسحور يا أمو جنة هذا عرض من عرض السحر وربما هذا سحر تجدد أكثر من مرة وطالما أن الرؤية متواترة بكسرة الأبراث البرص يدل على مرأة مسحورة أو رجل مسحور فأنت محتاجة رؤكة شرعية محتاجة تعمل رؤكة شرعية وتعمل برنامج اسمه برنامج تخريج وأنا بصف للعامة منذ أن خرجت إلى التلفزيون عليكم بماء الورص نعطى رسول الله ورصة في حديث عبد الله بن جابر في صحيح بن ماجة حديث رقم 3756 نعطى رسول الله ورصا وزيتا وقسطا قسط الهندي شفاء للواجع البطول الناس كلها بطولها ما هو وجعها ما فيش حد يجي للا بطنه بتوجعه يعني دقف التنفس وبطنه بتتقطع كله ده مكترم بالأسحار والحسد والعين وأفات القلوب اللي أعيتنا كلنا لابد لنا من راجع لله عز وجل إن شاء الله يوم جانا عندي تسحر ولابد من راجع لنا سحر متجدد إن شاء الله السلام عليكم زيك يا أم يوسف عليكم السلامة الله بركاته لو سمعت حضرت السيخ أنا عندي رؤيتين بيتكرروا معي على طول عم يا أم يوسف تفضلي أول رؤية إن أنا بأحلم إنني ماشي في متان زي ظلمة والنور بيفتح فيه وبعد كده بألاقي حاجات بتجر ورايا الحلم بيتكرر معي على طول إن فيه جمل بيجر ورايا لإما فقرة لو بخش بطلوت وبطلح ثلاث متشيرة عالية ممكن أسأل سؤال يا أم يوسف بعد إذنك هل فيه مشاكل بينك وبين أهل الزوج لا مفيش مشاكل بينه وبين أهل الزوج فيه مشاكل بينك وبين حد بين الزوج وبين حد لا وفيه بس مشاكل نفسية عندي يعني طفل مريض وكده فتاعدنا نفسية طيب يعني لأن البعيرو كما فسر في باب الرؤية من كتاب الإمام أحمد بن حنبل البعيرو تدل على الحرب الحرب النفسية إذا رأى الإنسان إن فيه جمل بيجر وراه فيدل على حرب حرب نفسية فتستعين بها بالله تبارك وتعالى وعليك بتشغيل صورة البقرة في البيت فهي شافية هي شافية هي شافية هل يبقى لكم البقرة شافية والله العظيم بتطرد الجن بتطرد العين بتطرد المس بتطرد السح بتأتي بالبركة إن شاء الله تبارك وتعالى والبنت إن شاء الله يريد تحميها بماء الورص إن شاء الله لمدة سبعة أيام معدي هان زيت الزيتون مالوش حل بماء ماء الورص ورأسين ماء الورص ماء الورص نعطى رسول الله ورسا مش الكركم زي ما قال البعض لا يسأل الكركم الكركم موجود له مسمى في السنة والورص له مسمى في السنة إن شاء الله فأنت بإذن المولى ارقي بيتك وابنتك إن شاء الله إلا عفاها الله تبارك وتعالى فرؤية الجمل يا أخوان في الرؤية تدل على الحرب النفسية التي تحته بالإنسان تبقى المخرج عمالشيخ إحنا بنئن إلى الله تبارك وتعالى المخرج هو كتاب الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الجد ليس بالهزل من تركه من جبار كسمه الله لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من الصحابة وقال ستقول فتن كقطع الليل المظلم هتحل بالأمة هتحل بالناس قالوا ما المخرج منها يا رسول الله نخرج إزاي من الفتن دي ده الصحابة بيقولوا عشان إحنا نتعلم منهم لأن الفتن جايب زماننا أحنا قال كتاب الله تبارك وتعالى هو الجد ليس بالهزل من تركه من جبار كسمه الله ومن اتغى الهدى في غيره أضى الله الله فإحنا لو بتغينا الهدى فالعم الشيخ الترمساني ده اللي الجاي اللي بيقولك المجربة وعليا كذا بكذا لو ما انفعتش لأسيبكم أروح أعيش في الأدغال أجمع حطب ما تروح يا عام تجمع حطب يا عام روح يجمع حطب ليه أنت بتدرس الناس سمومة الله يهديك اللي احنا عرضناه في الفيديو معنا تصالي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك السلام الله يتقبل مننا ومنك أمين يا رب الله العظيم بشكرك كثير على برنامج والله يستنى من سبوع للسبوع على برنامج ده الله يتقبل مننا ومنك يا رب صالح الأعمال كلنا بجمعين كده على التلفزيون لا ده حب إحنا بناجتمع حب والله أمين ربنا يزيد بحسات يا رب عندي رؤية يا شيخ بس عندي مشكلة كده يعني بحس بصدري واجع كتير كتير وبحس سخونة سخنة كتير في رجل يسرى يعني نعم في قدم اليسرى حاجة كده سخنة أردت كده مرتفعة ما عرفش ليه هذه عين عائن هذه عين عائن الحرارة الشديدة في أحد الأطراف تدل على عين لأن العين جمرة من النار تصيب القدم أو الإيد بحرارة شايفة لأنت محتاجة روقيا بحجامة إن شاء الله أه بس الوجع اللي في الصدر دي ما هو حضرتك أنت محتاجة روقيا عامة أنت معيونة فمحتاجة روقيا إن شاء الله سيزورها أنا قبل كده كان معمولي عامل يعني وقعت جلسات عند الشيخ ممكن يكون السحر يا أخت نورة السحر يفك ولكن العين بازلت موجودة لأنه لا يسحر إلا حاقد لا يسحر إلا حاقد عائن دائما كده المسحور بنعالجه من العين تباعا يعني نعالج السحر الأول بعدين العين لأنه لا يسحر لابد بن أعصم كان حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم صحر النبي وبدأ النبي يرقي نفسه من عين بعدها صلى الله عليه وسلم فهياليت إن شاء الله أنت ممكن نراك هل هناك شقة من السحر موجود ولا هي العين ما زالت موجودة إن شاء الله بس معي رؤية معيش من العين تفضلي تفضلي أحلمت إيشيخ لو أني طالع كده في شارع كده معايا كسة حليب تقريبا أنه وجعت منه وتكبت يعني فضلت ماشية هيك وبدأت تقيق يعني قدرات عزك الله وتقيق حتة كبيرة بعدين حتة صغيرة 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 لما وصلت ماما يعني كانت ماما متوافية حقيقة متوافية رحمة الله عليها وصلت ماما يعني وحكيت لها ماما بص بص أنا عايزة روح الدكتور مش عارف هي بحس الدنيا يعني ليل والساعة 12 بالليل وكده فحسيت أنه بدي أهلك يعني من التقيق فقالي أقول يا ربي تبت إليك يا ربي تبت إليك فصحيت يعني الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وأنا أرى أن التقيق هو تخريجه مادة السحر لأن هناك علاج السحر و هناك تخريج مادة السحر علاج السحر اللي هو يعني يعني انفكاك الجن المكلف بالسحر عن الجسم لكن هناك مادة السحر لا تزال موجودة فلابد من روك التخريج وهذه الرقية لا يفعلها كثير من أهل الرقية رقية التخريج بتكون عن طريق الوخز الوخز في هذا الجانب الأيمن من العين هنا هو في المكان ده اشمعنا لأن هذا المكان هو أكثر مكان يتركز فيه الجن وذلك الزمان كان يقول لك إيه أنا أخرج من عينيها والنبي لما سحر كاد النبي أن يفقد بصره فأقرب نطقة لتخريج مادة السحر بجنب العين اليوم اشمعنا العين اليوم لأن تيمنوا فإن في اليمين بركة بناخد جنب اليمين لأنه هو البركة وهو ده التخريج التخريج بإبرة سكر في الجنب اليمين من العين مع الركة أخرج عدو الله إخسى عدو الله هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت محتاجة لتخريج يا أخت نور محتاجة لركة التخريج ومحتاجة لتحصين ومحتاجة لركة العين إن شاء الله إن شاء الله بس معلش كماني بحلم كتير أني بقعد أعيض يعني كتير كتير بصحة كأني بعيض أنت يا نور مكتائبة أنت عندك في شيء من الكآبة موجود حتى من خلال السوت محتاجة لتوفوض الأمر إلى الله واستبشري كتير بس عشان وليت تتوفي يعني كتير لنها أنت يا نور أليس رسول الله ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وميتا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي صلي على رسول الله أه على ستة السلام أه صلي على رسول الله ولدتي يعني ولدتي وولدة يعني بسرق صعب والله يعني ليس يعني فراق جلل إلا فراق النبي صلى الله عليه وسلم فاستعيني بالله وكلنا إلى الله راجع كلنا إلى الله راجع وأنت عليك بالدعاء برها في الآخرة بالدعاء إلها إن شاء الله بإذن المول فإحنا إن شاء الله تبارك وتعالى نصحت النهاردة بعد الفيديو اللي إحنا قدمناه لا تسقوا في أحد إلا إذا كان ناصحا أمينا داعيا لله جل وعلا سيبوك الموضوع لرد المطلقة وقال بالحبيبك كل دول بيدرسوا أسحار عبر الهاتف ممكن تصيبك وأولادك وبيتك وجسمك ومالك وشركتك وعربيتك أو الله وفي الآخر بتكون حصالة للسحر ده بيجيبك عن طريق السحر اللي هو علمهولك عشان يستخطيبك به وفي الآخر لا يسعونة إلا أن أقول لكم شفاكم الله أواكم الله نصركم الله حفظكم الله حصانكم الله إلا أنا أعلقاكم بيوم السابت القادم إن شاء الله في تمامي ساعة الثامنة مساءً أترككم في رعاية اللومة المقرمي وأرجو أنا بتلقى الرسائل على الواطس لموضوع العلاج بالقرآن إن أخوة اللي بقولوا تفسير أحلام لا أفسير أحلام على الواطس تماما أي حد عنده مشكلة أو فتوة أو يعني مشكلة في العلاج بالقرآن إن شاء الله أتلقى على الواطس فإلا أن أعلقاكم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته